أوضاع مأساوية مستمرة منذ سنوات تتواتر التقارير التي تكشف جانباً من تلك الممارسات التي يتعرض لها المعتقلون في العراق لكن دون أن يهز ذلك الضمير الحكومي إن وجد أصلاً لإيقاف المسالخ البشري التي تسمى سجوناً من باب المجاز ناهيك عن أماكن الاحتجاز السرية التي تديرها الميليشيات وتضم بين جنباتها الآلاف من المغيبين الذين لا يعلم ذوهم عنهم شيئاً شاهد من أهلها تحدث عن ما يجري في تلك الأقبية المظلمة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية قالت إن الكثير من المعتقلين في سجون وزارة العدل وسجون وزارتي الدفاع والداخلية والسجون الأخرى أدينوا بجرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد باعترافات انتزعت منهم نتيجة ممارسات لا إنسانية ولا أخلاقية تحت التعذيب داخل أقسام التحقيق وفي مراكز الشرطة أما مفوضية حقوق الإنسان في العراق فقد تحدثت عن حاجة العراق إلى إقرار قانون لمناهضة التعذيب في ظل تكرار وصول معلومات وشكاوا عن وجود حالات تعذيب بالسجون والمراكز الحكومية مشيرة إلى العديد من التقارير التي تؤكد وجود حالات تعذيب وتوجيه عقوبات قاسية ضد المعتقلين بغية انتزاع الاعترافات بالإكراه أو معاقبة مشتبهم بهم وتخويفهم لإرغامهم على تصرف معين هذا على الصعيد المحلي أما دوليا فقد أكدت منظمة هيومن رايس ووتش أن بتر ذراع أحد المحتجزين في أوائل عام 2019 بعد تعذيبه في أحد مراكز شرطة بغداد يبرز المخاوف المتزايدة بشأن سوء المعاملة في سجون العراق ويشكل علامة أخرى على وجود شوائب فاضحة في مراكز الاحتجاز الحكومية وأكدت المنظمة الحقوقية أن القضاة في العراق لا يحققون في مزاعم ذات مصداقية بالتعذيب على الرغم من التقارير الموثوقة الواسعة حول التعذيب أثناء الاحتجاز ما تحدثت به هيومن رايس ووتش ما هو إلا عين صغير من عشرات المشاهدات والقصص المأساوية تنقلها منظمات ومراكز بشكل متواصل لكنها لا تجد صدى لإيجاد حل يمنع أو يخفف من الفضاع التي يتعرض لها آلاف المعتقلين ليس لهم ذنب سوى انتماؤهم لبلد اسمه العراق